وكنا تابعنا قبل أيام قضية الطيارين الأفغان المحتجزين في تاجكستان وفي جديد هذه القضية مسؤول عسكري أمريكي سابق يؤكد نقل أكثر من 140 طيارا منذ منتصف أغسطس صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن ديفيد هيكس الضابط المتقاعد بالقوات الجوية قوله إن طائرة تقل الطيارين وآخرين غادرت العاصمة دوشامبي الثلاثاء بعد تأخير طوي هؤلاء الطيارون نقلوا طائرات عسكرية متطورة عبر الحدود الأفغانية إلى تاجكستان في أغسطس الماضي في اللحظات الأخيرة مع الحرب مع حركة طالبان لينتهي بهم الأمر محتجزين ورغم هذه الخطوة الهامة بالنسبة للطيارين الأفغان لكن بالنسبة للعديد الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي فإن المحنة لم تنتهي بعد بحسب نيويورك تايمز ترجمة نانسي قنقر